ونزل إلى جمال سيدنا بقى الإمام الشفعي رضي الله عنه لما يقال ما جدلت أحدا إلا وتمنيت أن يظهر الله الحق على لسانه دوني دي إمام قال لأنا أهم حاجة الحق أهم حاجة الجمال أهم حاجة الخير أهم حاجة الرحمة مش أهم حاجة أنا عشان كده الإنسان بينشرح صدره وباله يتوسع ويتسع فإن اللي حصل وهو محتاج يخرج من أنه يعيش على أنه مكنة حسابات بيحسب كل حاجة ومحتاج كمان يتأنى وياخد باله ومجريش على آخر نفسه عشان يلحق ومحتاج يشوف كمان أنه بيعيش مع الله في الناس ومش بيعيش لوحده فيبقى الناس كلها بالدور حواليه ثلاث أنماط قاتلة اللي بيحسب الحسابات اللي حياته كلها بالحسابات واللي بيجري على آخر نفسه واللي بيدور حواليه نفسه الثلاث دولار اللي الحسابات خنقت نفسه اللي الحسابات خنقت نفسه واللي بيجري على آخر نفسه واللي ما يشوفش غير نفسه الثلاث دولار ثلاث أنماط مخيفة طب نعمل إيه عشان ما نكونش واحد منهم ويبقى عندنا وسع البال أول حاجة بطل تحسب كل حاجة على الأد وعود نفسك أن أنت تجرب تعطي من غير حساب مش بس المال لكن تعطي سعة الصدر تعطي الكلمة الحلوة اللي بشاشف وشوش الناس وشوف أثر ده على قلبك مش في اللحظة لكن شوف أثر ده واحد يقول لك أنا بعد ما يشوفك أنت كنت دائما مبتسم ويقول لك يا أنا بحب أن أنا قابلك الصباح بحب أشوفك وشك بيخلي حياتي تتغير يا سلام تاني حاجة لما تبدأ يومك ابدأ بنية أن أنت عتتعرض لمدد الله عطاء الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة مش أنك أنت اللي بتصنع رزقك أو النجاح حاول تعود نفسك أن أنت مش طول الوقت بتجري تلحق لكن اتحرك واطلب من ربنا عونه وإيه اللي حاصل أصبحنا وأصبح الملك وأصبح الملك لله يبقى الملك المين لله يبقى الملك لله وإنت دائما بتطلب من الله رزقه يبقى أنت ما تنفعش أن أنت تكون أنت اللي بتصنع الرزق وفي السماء رزقكم وما توعدوه وإيه اللي حاصل لأنت موت نفس حتى تستوفي رزقها واجلها تطمن بقى تجريش لغاية آخر نفس بس عليك أن أنت تسعى ما توقفش ولكن نعيش حياتك بجدية ثالث حاجة واسع قلبك لقلوب الناس حواليك حاول تسمع أفكارهم المختلفة حاول تشوف الدنيا بعيونهم فتحس الدنيا واسعة مش دياء على وجهة نظرك أنت بس رابح حاجة ايد الله سبحانه وتعالى دايما وقل اللهم أرنا تجليات اسمك الواسع في كل شيء فلا يضيق علينا حال ولا رزق ولا صد واملأ بصائرنا بوسع ليس له مثال يا من بيده كل جمال يا صاحب الفضل والجلال اجعلنا نرى وسعك على كل حال يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين